طبعا اليوم وللأسف السيس في كتير من الناس بتهاجم فكرة موت المسيح على الصليب وفكرة قيامة يسوع المسيح مع أنه الكتاب المقدس بعهديه ومئات الآيات التي تشهد والشهود اللي أنه يسوع فعلا حقيقة مات وأنه حقيقة صلب وأنه حقيقة يسوع المسيح قام من الأموات حتى يسوع نفسه عدة مرات اتكلم عن هذا الموضوع والتلاميذ ما فهمه ومرات كان بيتكلم برموز الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير فطبعا بيتكلم عن الموت وبيتكلم عن الحياة حبة الحنطة تشير إلى الطبيعة الإنسانية يسوع كإنسان مات لكن كالله لا يموت ولا تحصل مغفرة في الشريعة إلا بسفك دم ويسوع سفك دمه على الصليب ويسوع يعلن الفداء الإلهي بقول ينبغي أن يتألم المسيح أولا ثم يدخل إلى مجده له كل المجد فالمزود هو عبور في الموت إلى حياة الإنسان المسيح مش بحاجة يموت ويقوم لذاته نوه المسيح مات وقام لأجلنا فدينا لأجلنا نحن أموات في الذنوب والخطايا أشرار معد لنا الوقائد الأبدية جهنم النار من له الإبن له الحياة من ليس له ابن الله ليست له حياة بل يمكت عليه غضب الله والإنسان يلي بعيش بالزمنية هيدا فرصة لإله قد بدك تعيش خيّل المشاهد سبعين، تمانين، تسعين، مية مية وعشرين سنة متل نوح بدك تموت طيب وين رايح بعد الموت ما هيدا السؤال اللي بيطرح نفسه يسوع مات وقام وهو جالس عن يمين العظمة يشفع فيك لكي تخلص أنت وأخلص أنا ويخلص كل إنسان فموت المسيح وصلب المسيح حقيقة حقيقة تاريخية وحقيقة دامغة أن المسيح مات وقام حقيقة كتابية ولهوتية طبعا ولهوتية والمسيح أعطى رجاء للبشرية جمعاء له كل المجد فبدون هيدا الرجاء الإنسان أشخى جميع الناس متل ما أرينا نعم فنشكر رب لأجل القيامة نشكر رب لأجل الفداء نشكر رب لأجل الصليب هيدا يلي صرح رسول الأمم وقال وهو يهودي أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وأنا للعالم لك المجد رب فالصليب هو جليء هو موضوع مشورات الأزل المشورات الإلهية تمت في صليب الجلجسة سماها بطرس مشورة الله المحتومة صح مية بالمية نشكر رب اشتركوا في القناة